أبو إبراهيم يقول ما حكم إرسال زكاة الفطر خارج الدولة أبو إبراهيم بارك الله فيك زكاة الفطر أولا تسمى زكاة البدن فأينما وجد الصائم يخرج زكاة فطره سواء كان في بلده أو خارج بلده لأنه تسمى زكاة البدن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لفقراء البلد إذا اغتنوا وغلب على ظن الإنسان أو اعتقد بأنه والله فقراء البلد صار عندهم كفاية وزيادة ممكن أنه يخرج هذا خارج البلد وقد يرخص في هذا الأمر للجمعيات الخيرية التي تقوم بجهد جبار وعظيم والأعداد كبيرة عندها ولا تستطيع أن توزع زكاة الفطر في البلد الواحد وإنما تحتاج إلى أن تنقلها خارج البلد ولذلك هم يتفقون مع جهات خارج البلد أن تشتري هذا القوت هذا الطعام يوزعون ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين في اتفاقية معهم على قضية توزيعها في وقتها وهي زكاة الفطر فإذا وجدت حاجة فلا بأس بذلك يا أبا إبراه إبراه